طيب هنروح لمنتخب الشباب للكرة الطائرة وطبعا سعد بطولة العالم بعد ما اخذ الفضية افريقيا بعد الهزيمة من منتخب نيجيريا القوي جدا منتخب نيجيريا قوي جدا وبنتيجة 3 صفر وسناء الاهلي كانوا ليهم دور كبير جدا وسعدوا المنتخب في الصعود بطولة العالم تعرفين طبعا حمزة الصافي والشريف محمد اللي اتنين هم اللي بيلعبوا مع منتخب الشباب وكابتن حسام شعراوي المدرب العام ابني نادي الاهلي ومدير فني هذا الجيل في النادي الاهلي المساعد طبعا انا بقول الف مبروك الصعود لبطولة العالم ولكن هنا في نقص خطر هنا ده منتخب الناشئين لما ياخد تاني افريقيا مع نيجيريا احنا محتاجين وقفة محتاجين نعرف ليه الخسارة وليه ما خد ناشئ بطولة افريقيا لانه انت بتكلم على مستقبل الفرق دي مستقبل اليد ناشئين وشباب واخدين البطولتين افريقيا في فرق عشين هدف مثلا في النهائي يعني احنا الحمد لله ركبين في اليد جامد الطائرة هنا محتاجين وقفة الاتحاد محتاج عنده اجيال كويسة وعنده اجيال قليلة الفريل اول ضعيف او قليل في فريل اول في الكرة الطائرة منتخب الشباب كويس منتخب الناشئين واقع فاذا عنده قوة وضعف في بعض النقاط عشان يبقى حقانيين ولكن في ازمة في الطائرة ومحتاجين طائرة تانية طائرة غير السلة الطائرة كانت فترات طويلة بمتسايدة افريقيا وبتطلع بطولة عالم سابع تامن تاسع يعني كانت الدنيا حلوة الطائرة بقى لفترة بعيدة يمكن الازمات وحل الاتحادات والكلام ده كله والامور دي قصرت لازم الاتحاد يقعد يعمل خطة طويلة المدى 30-40 هيعمل ايه ولازم يكون الاتجاهات ملهاش لون يعني القرارات اللي هتتاخد مش ملهاش لون حضراتكم فاهميني ولا اللون ده ولا اللون ده مصلحة مصر ايه والمضوع اللي يمشي ما تحاولش تقوم حاجة على حساب حاجة عشان في الاخر برضو مصر اللي هتتضار او منتخب مصر اللي هتتضار اتمنى الاتحاد هو اللي يمشي وهو طبعا هما اللي بيدور اللعبة كل احترام ليهم هما شايفين الدنيا اتمنى ان يبقى الحكم والقرارات مجردة انا بقول لي الكلام ده عشان في الاخر منتخبات مصر هي الهدف وهي الاساس اسم مصر هو اللي لازم يكون في المقدمة دايما